كارثة درنة، ابدو أنها بدأت تلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد فلأول مرة منذ الكارثة، يعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي أن الإنقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفعاليتها وقال المنيفي إن بلاده تحتاج إلى مؤسسات وهيئات موحدة تشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها تصريحات المنيفي جاءت خلال ترأسه اجتماعاً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة اجتماع تطرق فيه المنيفي إلى عدد من القضايا المرتبطة بقضية كارثة الفيضانات من أبرزها ضرورة فتح تحقيق عاجل في الكارثة وكذلك ردع من أسماهم المنيفي بالفاسدين وتجار الأزمات ومن يعمل على منع تعطيل وصول المساعدات كما طالب المنيفي السلوطات المعنية بوضع تقديرات حقيقية لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة وبالنظر إلى حجم الكارثة ومحدودية إمكانات البلاد في مواجهة تداعيتها اعترف المجلس الرئاسي أن فيضانات درن أكبر من القدرات البشرية والمادية للبلاد وطالب بخبرات ودعم دولي لمواجهة آثار الكارثة تصريحات المنيفي تأتي في وقت ما زالت فيه فرق الإنقاذ الوطنية والدولية تعمل جاهدة على أمل الوصول إلى ناجين من الكارثة آمال تبدو ضئيلة مع مرور الوقت لكن مواجهة آثار الكارثة على المدى الأبعد ستحتاج حسب كثيرين إلى تكاتف جهود الليبيين وإلى دعم دولي واسع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر